جاءت لتقديم المساعدة فاختطفوها هذا هو العنوان المناسب لقصة مسؤولة الحماية في الصليب الأحمر نوران حواس التي تعرضت للاختطاف قبل عام وسط العاصمة صنعة نوران حواس الفرنسية من أصل تونسي ظهرت في تسجيل مصور تناشد فيه الرئيس الفرنسي والملك السعودي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياتها خلال 72 ساعة مشيرة إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة الصليب الأحمر الذي طالب بإطلاق سراح حواس سالمة وإظهار التعاطف معها واحترام الكرامة الإنسانية طالب أيضا عدم بث وتداول مشهد ظهور نوران في التسجيل المصور حفاظا على مشاعرها وعائلتها وهو ما حرصت قناة بلقيس على الالتزام به من جانب مهني وأخلاقي أصابع الاتهام هنا لا تشير إلى فاعل محدد بحادثة حواس لكن في الأساس يتحمل المسؤولية الرئيسية في هذه الحادثة وغيرها سلطة الجماعة الإنقلابية وحليفهم صالح الذين يحكمون قبضتهم على تفاصيل الحياة داخل العاصمة صنعاء وخارجها منذ تحقيق الإنقلاب في سبتمبر العام قبل الماضي ليس أقصى من إخفاء حواس منذ سنة تقريبا إلا هذا الإعلان المفاجئ والمزمن بـ 72 ساعة والذي يجب أن لا يصبح حقيقة واقعية خصوصا بعد أن اكتفت السلطات التونسية في وقت سابق بالإشارة إلى أنها تتابع قضية حواس من خلال خلية أزمة تتكون من بعثة تونسية لدى الأمم المتحدة ولجنة صليب الأحمر لكنها لم تفعل أي شيء منذ عام تقريبا سوى إرسال تطمينات أن حواس بصحة جيدة كشيء من الأمل وإن كان لا يكفي لإنهاء محنة نوران ترجمة نانسي قنقر